نظمت اليوم قافلة طبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن قافلة قامت بتوقيع كشف وصرف العلاق لعدد 147 حالة بمختلف التخصصات الطبية حيث تم إجراء 41 فحصا معمليا و18 أشعة وسونار كما تم إجراء 26 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وقد أجريت جميع الفحصات وصرف العلاق مجانا وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر